أنت تحملني أنا فهمي على قدي مرات يعني بلد الواردات غير النفطية التي تساهم في الموازنة 17 تريليون والمصروفات خدمات سلائية 27 27 أنا أحكي لك على المتحقق بال23 أنت تحكي لرقم تخميني بال24 أنا أحكي على ما هو كان بال24 ما يجب أن يكون خليلي جماعة وارداتك غير النفطية بين 23 إلى 17 تريليون مصروفاتك بال24 على خدمات سلائية وصيانة 18 تريليون اللي يصرف خدمات سلائية 18 تريليون يفترض اقتصاد يجيب 400-500 تريليون ونحن نص قطاعاتنا قادة أو نص وزاراتنا ما تصرف هالصرف 18 تريليون قد مصروفاتك بخزينة ثلاث دول ممكن حدا أحد يفهمنا هذا الرقم تمت مناقع قد يكون قليل هذا قد يكون قليل بس هنا هذه التساولات من يجيبنا عليها 18 تريليون خدمات سلائية وخدمية أستاذ نجم مثلا استيراد الكهرباء يدخل ضمن باب المستلجمات الخدمية استيراد المشتقات النفطية وتحميلها من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا سيد صفوان؟ هو احنا احنا شون نشتري شون نشتري أثاث نروح نستورد ضمن المستلجمات السلعية يعني شون نشتري طاقة كهربائية؟ استيراد المشتقات النفطية يطلع من 18 تريليون؟ متأكد؟ يطلع ضمن المستلجمات السلعية نعم استيراد الطاقة الكهربائية استيراد الغاز كلها ضمن هذه الأبواب لكن الرقم ضخم يعني أنا أمير الرأي حضرتك الرقم ضخم نحتاج إلى تحليله إلى أجزاء ما هي قدرة الوزارات على تخفيض هذا الانفاق طبعا هذا الانفاق دفتري فعليا قد لا نصل إلى هذا الرقم لكن السوداني الحقيقة رفع في تقديرات 24 الإرادات غير النفطية إلى 27 بمعنى أن هناك جباية لم تتحصل يعني 27 ألف ميجا تنتج من قبل وزارة الكهرباء أين الجباية من هذه الانتاج كذلك الاتصالات كذلك المياه كذلك الصناعة هذه 27 سيد صفواني هاي 27 تقول أنا تنتجها الكهرباء أصلح لك معلومة 50% تنتجها القطاع الخاص مو وزارة الكهرباء وأنا طلبت وزارة وزارة الكهرباء اللي بد عليها ومارد عليها اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة